إلى كل الشرفاء من مناظلين ومقاومين ومجاهدين في كل أوطاننا العربية السليبة اليوم التي تخضع بعد أن تحرّت من استعمار خارجي لاستعمار داخلي أشد وأنكى وأسوأ من سوريا إلى مصر مروراً بالأردن واليمن وليبيا والجزائر والمغرب وتونس وهذا البلد اليوم الذي يشهد انتفاضة حقيقية ويشهد شرف التونسيين يعاد إليهم وكرمتهم تعاد إليهم وتعود إلى الأمة محمد البعزيزي سيد شهداء تونس أحيا الأمة ليس فقط في تونس أحياها في كل مكان بعثها من كل مكان وقد شاهدنا ما حدث في الجزائر وما يحدث في أماكن أخرى وسيحدث بكل تأكيد محمد البعزيزي وأخوانه ممن استشهدوا من بعد برصاص الطاغية برصاص الذي جاء بدون شرعية وجاء وفرض نفسه بقوة الحديد والنار وبدعاية فارغة مبلوء ببهرجة لا معنى لها من تنمية ونمو وكذا كشفته وفضحته الجماهير التونسية عن بكرة أبيها من بن جردان إلى الكاف إلى توزر إلى تالة إلى سليانة إلى قفصة إلى سوسة في كل مكان إذا استثنينا ربما بعض الجيوب مثل الحمامات أو المنزة أو جربة أو إلى آخره حيث السياحة وحيث تونس سياحية تونس قزموها وجعلوها تونس سياحية بينما تونس العميقة رفضت هذا النظام وتحدت هذا القهر وتحدت هذه الأكذوبة أكذوبة الدولة المستقرة والنامية أكذوبة الاستقرار والتطور وإلى آخره اليوم الجماهير التونسية مثل ما فعلت في الخمسينات عندما اندفعت في ثورة ضد الاستعمار الفرنسي وتبعتها الجماهير في كل مكان وخاصة في الجزء إذن اليوم نحن نعيش حقيقة عودة الروح للشعب التونسي ومعه الأمة العربية كلها سيد بسيس والله في البداية أود أن أتوجه إلى شعبنا العزيز في تونس إلى أهلنا إلى الثكالة في القسرين الشهيدة نقول لهم أن قلوبنا معكم الذين سقطوا هم أبناء تونس الذين ماتوا هم أبناء تونس ومن أسقطهم؟ وليس هناك مجال لأي أحد أن يزايد على هؤلاء وأن يجعلهم قميص عثمان لتحميل بعض المفاهيم السياسية الجاهزة الموجودة في ذهنه فقط حتى يتاجر بقضيتهم هؤلاء الذين يدعونهم البعض من خلال المنابر المريحة في العواصم الغربية إلى الشوارع وإلى الانتفاضات ويسمونها ثورة لن يخسروا عليهم أي شيء عدا هذه الإنشائيات الجميلة ألا كنت أستمع إلى هذه المقدمة الطويلة الملآن الشعر حول الجماهير التي ستنطفض وستسقط العروش لا أعتقد أن السيد العربي زيتوت شخصيا سينزل صدره مشرع في الجزائر أنا لم أره في الجزائر أنا أجده في لندن لا أعتقد أن الزوحة المعارضة المطمية بين قصين ويجبون أن يتحدكون عن الثورة وعن الانتفاضة الشعبية هم من سيرسلون أبلاءهم إلى المحرقة في الشوارع بوهم الثورة ووهم الانتفاضة ووهم مواجهة الأنظمة وآسطة العروش أنا أعتقد في نهاية الأمر أننا أمام واقع من الضروري أن ننسبه هناك احتجاجات لا أحد يناقش في ذلك هناك شباب يعيش واقع انسداد أفق هناك أزمة للبطالة موجودة في تونس موجودة في الجزائر في المغرب في مصر موجودة في أوروبا الصناعية المتقدمة هناك انسداد أفق اجتماعي ولكن المنهج ولكن البيداغوجيا مسؤولية تاريخية أن نقف الآن أمام الكاميرا ونقول للناس هيا هبوا ثوروا اذهبوا أمام الشرطة أو اذهبوا أمام الرصاص لتواجهوه نحن قلنا في تونس مع التعبير المدني عن حق الجميع فأن يعبروا على مشاكلهم هناك فساد صحيح هناك انسداد أفق صحيح ولكن كيف نواجه ذلك؟ هل نواجه بالعدمية؟ هل نواجه ذلك بحلول التشاؤم؟ هل نواجه ذلك بالحلول الانتحار؟ أنا أرجو من السيدة الذي يتحدث عن الانتفاضة محمد البعزيزي هو قضيتنا نحن محمد البعزيزي هو قضية شباب تونس ليس المجال للمزايدة السياسية عليه أنتم لديكم مشكلة مع الأنظمة حلوها وحدكم ولا تستعملوا أسماء شهدائنا وأسمام شبابنا حتى يكونوا وقودا لحطب معركة لا ناقتلهم فيها ولا جمال اسمح لي هذا يذكرني عندما خرجت عائشة عندما خرجت عائشة تطلب ثأر عثمان وأنا رأي السيد عربي يحذر أوراق الصور للقتل في تونس إنه يذكرني بأولئك الذين رفعوا قميص عثمان لا تضامنا ولا انحيازا لعثمان في مقتله بقدر ما هو كره لعلي وكره لهذه الأنظمة لديك مهام المشكلة مع هذه الأنظمة صفيها بعيدا انزل للشارع انزل وقود هذه المظاهرات لو لديك شجاعة حقيقية جميعا لا تستعملوا لغة الأوهاب في اليمن في السودان في أكثر من مكان لماذا تريد أن ترسل بالشعوب العربية إلى المحرقة الشعوب العربية تواجه عدوين تواجه العدو الداخلي وتواجه داعمي هذه الأنظمة داعمي هذه الأنظمة بممانعيها ومعتدليها إسرائيل وأمريكا وفرنسا تدعم الجميع ولو سقط حاكم عربي لهبت إسرائيل والجميع ليقفوا إلى جنبه لماذا تريد أن ترسل الشعوب إلى حدفها فضل يا سيدي أولا أتمنى أن لا يحتكر الكلمة حتى لا ندخل في مقابعة تخلي بالموضوع لا يوجد مقاطعة الشعوب هذه الشعوب هو يقول محرقة هي في المحرقة هي في الكارتة بس دقيقة تحكمها عصابات بكل ما أُتيت هؤلاء حلفائهم الأمريكيين يقولون في ويكيليكس أن عصابة تونس أن هناك عصابة تحكم في تونس أطرابلسية 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 بس دقيقة رجاء لا تقاطعني بس بدون مقاطعة رجاء لا مقاطعة رجاء هذه الشعوب تعيش المحرقة الآن لا تخسر شيء عصابة عصابات تحكمها ليس عصابة تحالف عصابات مع أجهزة الأمن لحمايتها أجهزة الأمن اليوم في تونس وفي الجزائر وفي سوريا وفي مصر لحفاظ على هذه العصابات التي نهبت أموال الأمة وبكاسبها وثرواتها من كل مكان بل وتحالفت مع عدوها تقول إسرائيل وأمريكا أمريكا متواجدة في كل مكان في أراضينا بقواعدها بمخابراتها بسفراتها بكل ما أتيت وإسرائيل وإسرائيل والمصاد موجودة في تونس المصاد موجودة في تونس